واحنا بنحط السعر بقى فيه ثلاث طرق او ثلاث حاجات لازم نفكر فيهم cost based فيه ناس بتصعر cost based بس ايه التكلفة ادي اكسل ادي نسبة خلاص دي طريقة بس غلط لو انت اعتمدت على واحدة من الثلاثة دولوا وحدها كده انت في حاجة فايتك اول واحدة الاعتماد على التكلفة تاني واحدة customer based الاعتماد على ادراك العميل بس تالت واحدة الاعتماد على المنافسة التسعير الصح انك ايه تحط التلاتة في الاعتبار واحيانا بيبقى تحط واحدة اساسية اكتر وبعدين تبص على الاثنين التانيين يعني ايه في ساعات لما نيجي مثلا نتكلم على ايه customer based زي ما انا قلت لك جراح الجراحين ييجي يقول لك كان فيه بقى ايه ايه الدكتور محمد لطفي الله يمسي بالخير راجل ايه كان استاذ جراحة اعصاب في القصر العيني فكان مرة في كونفرنس كده لما كنت انا هناك قال اقول لكو نصيحة عشان لما تفتحوا ياداتي اولاد تبقوا عارفينها ازاي تفرقوا العيان الغني اللي معاه فلوس من العيان الفقير لو جاي من بلد فلاحين كلهم بيجوا بجلاليب والعيان الغني انت ممكن تديله في العملية تخبطوا عشرين الف جنيه يبقى زي الفل ولو قلت له رخيص هيمشي والعيان الغلبان لو اديت له مبلغ جامد هيمشي قال بقى ايه اقول لكو بقى خبرة السنين بص عالطاقية اللي لابسها لو لقيت الطاقية مكوية لها كده حز قدام سني كده ده كده يبقى راجل سري لو لقيتها كده خارجة من بقى كلبي كده مكعوشة كده ده غلبان ده غلبان فدت امي سعر له ايه بالراحة دي حاجات مش دي حاجات على فكر خبرات حياة مش موجودة في الكتب الدكتور كمان معاه براحة جامد انه هو التشغل فين بس بقى الفلاحين بقى تلاقي فيه عندهم رقم كده يقول لك انا مزارع هو يبقى عنده بقى اراضي بالملايين التسعير هنا معتمد على ايه على قيمة للعميل على العميل على العميل ده يدفع كده نسعر له والكست طبعا التكلفة والكمبيتشن المنافسة هنمسكهم واحدة واحدة ونفسصهم كده